موسيقى من خلال رؤية طموحة مستمدة من ارتهى التجاري والحضارية انطلق قطار التنمية والمشاريع الكبرى في دولة الكويت في سبيل ان تصبح مركزا ماليا وتجاريا جاذبا للاستثمار لتستعيد دورها المالي والتجاري والاقليمي الرائد ففي الفترة الحالية تشهد البلاد تنفيذ عدد من المشاريع التنموية الضخمة التي ستؤدي الى طفرة كبيرة على مستوى الدولة في مختلف المجالات الخطة الانمائية للدولة تهدف الى تحسين الخدمات العامة وتطوير النظم الاحصاء والمعلومات الوطنية والبنى التحتية الاساسية في مجال النقل والمواصلات من خلال ما يزيد عن الف واربعمائة واربعين كيلو متر من الطرق الرئيسية وكذلك صيانة وتنفيذ العديد من المشروعات التعليمية والصحية بالاضافة الى اشاء المناطق الاسكانية الجديدة كما تسعى الى توفير بيئة جاذبة للاستثمار لدعم التنمية وتحسين مستوى معيشة المواطن وتعميق انتمائه لوطنه الكويت مهتدين في ذلك كله بتوجيهات القيادة السياسية الحكيمة ومواجهة المتغيرات الجديدة التي فرضتها الظروف الاقليمية والدولية مشروع مدينة صباح السالم الجامعية يعد احد اكبر واهم المشاريع الانشائية في الكويت وشرق الاوسط ويندرج هذا الصرح التعليمي ضمن اهداف وخطة المشروعات التنموية التي تتبنها الدولة بهدف تطوير منظومة التعليم في البلاد باعتباره من المحاور الاساسية للتنمية البشرية وكذلك اعداد الكوادر الوطنية المؤهلة والقادرة على تلبية احتياجات سوق العمل بما يساهم في بناء الوطن بسواعد ابناءه اشتركوا في القناة من الحلم الى الواقع بدأ المواطن الكويهي يرى مدينة صباح السالم الجامعية تأخذ حيزا ملموسا على خريطة المشاريع الرائدة في الخطة التنموية للدولة في مجال التنمية البشرية فها نحن نقف اليوم امام بعض مكونات المشروع التربوي الاكبر في تاريخ دولة الكويت ورابع اكبر مشروع انشائي في العالم موسيقى تنفيذ المدينة الجامعية الجديدة يجري على مساحة ارض تبلغ ستة ملايين متر مربع الى الجنوب الغربي من مدينة الكويت بحيث تضم جامع كليات ومرافق الجامعة في حرمين منفصلين احدهما للطلاب والاخر للطالبات لتسوعب ما يقارب اربعين الف طالب وطالبة موسيقى 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 مدينة صواح السلم الجامعية تنقسم الى قسمين الحرم الطبي والحرم الرئيسي الحرم الطبي يحتوي على جميع الكليات الطبية بالاضافة إلى مستشفى وفندق والحرم الرئيسي يتكون من جميع الكليات الغير طبية بالاضافة إلى جميع النشطة الرياضية المرافق الأنشطة الرياضية طلبة السكن الطلبة والطالبات مدارس نموذجية بالاضافة إلى كل المباني التي ستخدم다고 تستخدم Shelley عمل الحرم الجامعي بالاضافة إلى ذلك سيكون لدينا محطات الطاقة المركزية التي ستبدأ تولد لنا المياه المبردة التي سنستخدمها حق تبريد المباني طبعاً لدينا ثلاث محطات طاقة مركزية موزعة في الحرم الرئيسي ومحطة في الحرم الطبي المدينة قادرة على أنها تعمل في محطتين والمحطة الثالثة تعتبر مثل باك أب أو احتياطية في حال سقوط واحدة من هذه المحطات المحطة الثالثة ستدخل في الخدمة طبعاً هم كلهم الثلاثة سيكونون يشتغلون لكن في حال سقوط واحدة عندنا ثنتين كافين أن يغذون كلها طبعاً سيوفون أهم شيء يتوفر لنا المحطات هي المياه المبردة طبعاً نحن دولة حارة عادة نستخدم كميات كبيرة من التكيف عن طريق الكهرباء فباستخدام المحطات الطاقة المركزية التي ستوصل كميات كبيرة من المياه المبردة سنخفض استهلاك الطاقة الكهربائية 30% طبعاً مدينة الصباح السالم الجامعية يتم تغذيتها من ناحية المياه العذبة أو مياه التبريد مياه الإطفاء الكهرباء خطوط الاتصالات عن طريق نفق تمر في جميع الخدمات هذه اللي راح تغذي المباني فيها فالنفق هو عبارة عندنا في الجامعة هو عبارة عن تسع بالإطار الخارجي لها عبارة عن تسع متر في تسع متر ومن الإطار الداخلي 7 متر في 7 متر يعطينا عرض حوائط متر كامل وهي مصممة كلها موجودة تحت سطح الأرض ومصممة بحيث أن العربات الصيانة ممكن تدخل داخلها فما راح نشوف الصيانة على موقع الحرم الجامعي يعني ما راح نشوف مثل ما كان أول إنه مثلاً يسكرون منطقة معينة عشان يسوون صيانة خلاص صارت صيانة كلها تحت الأرض بدون ما نسوي إعاقة حق مرتادين الحرم الجامعي طبعاً مدينة صباح السالم الجامعية فيها 29 ملجأ موزعة على الحرم الجامعي فيه بالحرم الطبي وفيه بالحرم الرئيسي الهدف من الملاجئ لأنه صار هذا كود في الكويت أي مدينة تبنى لازم يكون فيها ملاجئ تحسباً حق أي ظروف طبعاً الملاجئ اللي عندنا اللي هي تايب سي ضد الانفجارات والقلاب الكيماوي الله يبعدنا عنها لكن بالنهاية لأنه أعداد كبيرة رح تكون مرتادة لهذا الحرم تم العمل على هذه المواصفات ووضع ملاجئ داخل الحرم الجامعي لتستوعب أغلب الطلبة أو أغلب مرتادين الحرم الجامعي طبعاً مدينة صباح السالم جامعة تعتبر مدينة فهي مو موقع جامعي صغير هي مدينة كاملة فلذلك حبوا يطبقون عليها الكود فحطوا لها الملاجئ طبعاً مواقف السيارات هي دائماً السؤال الدائم اللي إحنا يتم سؤالنا إذا الجامعة اليديدة رح تكفي مواقف الطلبة ودائماً الرد يكون لهم ماكو جامعة في العالم تبني موقف حق كل طالب بالنهاية في مواصلات جماعية بالنهاية في كاربولينغ إن تكون الجامعة مبنية إن موقف حق كل طالب فهذه لا اللي موجود عندنا الحين مواقف سطحية مقابل كل كلية في مواقف سطحية مواقف متعددة الأدوار لاستخدام الطلبة والزوار في حين إن أعضاء هذه التدريس والموظفين الجامعة رح يكون مواقفهم بالسرداب تحت المبنى اللي يشتغلون فيه وإحنا حاطينها سطحية لأن في المستقبل إذا احتجنا إلى مواقف فيتم بناءها إلى مواقف متعددة الأدوار والمواقف المتعددة الأدوار تتحمل أيضاً أدوار إضافية فكرة تصميم المخطط الهيكلي لمدينة الصباح السالم الجامعية تركز على إنشاء مدينة أكاديمية على ضفتي وحة عريضة من أشجار الناخيل والحدائق المزروعة الخضراء حيث المكان المناسب للفكر والإبداع الأكاديمي ولم تغفل جامعة الكويت عن ضرورة أن يوفر الحرم الجامعي الجديد الأجواء الجاذبة للشريحة الشابة والبيئة التعليمية الثارية بالتواصل والتي تلبي كافة احتياجات جيل المستقبل بصورة تجعل من الجامعة مكاناً محبباً ومسلياً تبتعد أجواؤه كل البعد عن الرتابة والملل طبعاً ارتأت الجامعة لما تبني الحرم الجامعي هذه كأي حرم موجود في العالم أن يكون موقع جذب للطلبة يعني إحنا لو نشوف الحين مواقعنا الموجودة في الكويت لجامعة الكويت نشوف الطالب يحضر محاضرته ويطلع لأنه لا يوجد أماكن جذب أو أماكن ترفيهية داخل أقصد أماكن ترفيهية يعني مثلاً مقاهي أماكن للتجمع للدراسة أو حلهم وكذا تم معالجة هالموضوع هذا في مدينة صباح حصان المجمعية القائمين على هذا العمل شباب كويتيين يعطيهم العافية يعني المجهود اللي يبذلونه علشان يقدمون هذه الخدمة حق الكويت لازم تذكر ولازم كل الجهات الحكومية إذا تستفيد من خبرتهم تيتل جاء لهم لأنه فعلاً كونا وخبرة ما أعتقد متواجدة بالكويت من قبل الشباب الكويتي فيعطيهم العافية على اللي يسوونه وأتمنى أن كل الجهات الحكومية تستفيد من خبرتنا هذه وتتسارع الأياد الوطنية باختلاف تخصصاتها لبناء الوطن في مختلف المجالات حتى ينعم الجيل القادم بجودة حياة أفضل ويعتبر مستشفى جابر الأحمد من أهم المشاريع الجاري تسليمها لوزارة الصحة قريباً والذي سيصبح بعد إنجازه أكبر مركز طبي في الكويت حيث سيقدم الخدمات الطبية لسكان منطقة جنوب السرة والمناطق المحيطة بها اشتركوا في القناة مستشفى جابر الأحمد واحد من أكبر مشاريع خطط التنمية في الدولة والذي يمتد على مساحة 240 ألف متر مربع في منطقة الاستعلامات الحكومية الواقعة في جنوب السرة مستشفى جابر الأحمد الجابر الصباح يعتبر أكبر مركز طبي في الكويت إن شاء الله بعد الانتهاء منه مساحة هذا المستشفى تبلغ 224 ألف متر مربع كما أن المستشفى هذا يحتوي على عدة أقسام فيها مجموعة من المباني تعتبر ككتلة واحدة ومباني أخرى من فصلات وهذا المستشفى يضم 36 قرفة للعمليات الجراحية إلى جانب أربع مختبرات لقسطرة القلب وأربع مختبرات للرنين المغناطيسي وأربع مختبرات للأشعار المغناطيسية ويحتوي المستشفى على خمسة أبراج خاصة بغرف المرضى بواقع تسعة طوابق لكل برج من الأبراج ومن المرجح أن يتم عمل توسعة مستقبلية لإضافة برج سادس وتبلغ الطاقة الاستعابية للأسرة حوالي ألف ومئتي سريد اشتركوا في القناة مبنى أبراج المرضى وهو ماخذ شكل الهلال بالمستشفى وهذا المبنى يتكون من 13 دور وسرداب هال13 دور يتكونون من ثمانية أدوار طبية تتخللهم خمس أدوار حق الخدمات الميكانيكية والكهربائية بحيث أن إذا صار أي منتنانس صيانة حق المستشفى تكون في هذه الأدوار وما يدخلون يطلعون على المرضى يأذونهم وطبعا هذا المستشفى مصمم ديزاين من الداخل في قوس هلالي يربط بينه وبين مبنى التشخيص والعلاج هذا القوس ارتفاعه 30 متر ويعتبر تكسيته في ما يسمى بالسكاي لايت اللي هو المنافذ الزجاجية من السطح بحيث تعطي إنارة وشراحة وطبعا يكون فيه مول طبي وهذا المول فيه الكفتريات والمطاعم وإلى جانب المحلات للهدايا كما يحيط بالمستشفى سبع مداخل لكل مدخل منها 6 مصاعد خاصة للزوار إضافة إلى مصاعد خاصة للمرضى والخدمات ليصبح إجمالي المصاعد في المستشفى حوالي 150 مصعد أما أقسام المستشفى الرئيسية فهي أبراج المرضى تقع أبراج المرضى في الجزء الشمالي للمستشفى وتتميز بإطلالة خارجية لكل غرف المرضى مع مراعاة دخول الشمس إلى الغرف كما تحتوي الأبراج على أقسام داخلية للخدمات الإدارية وخدمات العناية بالمرضى بالإضافة إلى أجنحة خاصة لكبار الشخصيات وتوفير خدمات متكاملة أخرى لراحة ورعاية المرضى مبنى التشخيص والعلاج يقع مبنى التشخيص والعلاج أسفل برج المرضى حيث يفصل عنه المول الطبية ويحتوي هذا المبنى على كافة خدمات التشخيص والعلاج اللازمان للمرضى مثل غرف العمليات بكافة أنواعها ومختبرات التحاليل وبنك الدم وغرف للأشعة بأنواعها كما يوجد أيضا في المبنى الأقسام الخاصة بأمراض النساء والولادة بالإضافة إلى احتوائه على مخازنة عامة للمستشفى وفي الجزء الجنوبي لقسم التشخيص والعلاج يقع مركز الإصابات ويرتبط معه في الدور الأرضي من أجل دعم خدمات مبنى تشخيص والعلاج ويعتبر هذا المركز جديد في الكويت فلم يسبق لأي مستشفى أن تخصص قسم خاص للحوادث والكوارث كما في مستشفى جابر مركز الإصابات اللي نحن فيه هو الميز مستشفى جابر لأنه هو أكبر مركز إصابات بالشرق الأوسط يعني المكان هذا يستوعب خمسين سيارة تسعافة بوقت واحد وفي تسع قرف عمليات إلى جانب غرفة الآي سيو وهي العناية المركزة والعناية تستوعب ساعة سريرية إلى 24 سرير وإلى جانب هذا هم من فيه بالمركز ثلاث مختبرات أشعة مبنى الأسنان عبارة عن دورين وسرداب السرداب هو عبارة عن ملجأ عام ملجأ للرجال وملجأ للنساء وصمم هذا الملجأ أهم وفقاً للدفاع المدني في الكويت هنا وعندنا العيادات في مبنى الأسنان تبلغ خمسة وستين عيادة من ضمنها عيادتين ليلية موجودة بشكل دائم هذا إلى جانب المختبرات والإدارة والمعامل اللي هي خاصة في عيادات الأسنان حالياً نحن مبنى العيادات الخارجية اللي يتكون من أربع طوابق وفيه أربعين عيادة من مختلف التخصصات عادة النساء والولادة وكل طابق فيه ثلاث تخصصات وكل عيادة له لون خاص فيه مثل ما إحنا شايفين الحائط والأثاث لهم لون موحد يكسل على المرضى والمراجعين أنهم يكون حق العيادة اللي يبونها لأنهم مثل ما تعرفين مستشفى جابر مستشفى وايد كبير وعشان ما يضيع المراجع أنه وحدة ولون حق العيادة مواقف السيارات في مستشفى جابر تقريباً ما يقارب خمسة آلاف سيارة وهي عبارة عن ثلاث أدوار تحت الأرض إلى جانب بعض المساحات السطحية على سطح الأرض وهالمواقف صممت بشكل انسيابي بحيث كل موقف كل دور ولا غرض يؤدي يعني كل دور يوصل حق مثلاً برج المرضى دور يوصل حق العيادات الخارجية عشان سهولة في انسياب السيارات خروجهم وطلوهم وسهولة الحركة على المراجعين والمرضى اللي يراجعون المستشفى يوجد في المستشفى ثلاث مهابط للطائرات هذه المهابط صممت وفقاً لدفاع المدني هنا عندنا في الكويت يوجد مهبطين على أبراج المرضى ومهبط على مبنى الإصابات سكن الموظفين أو الهيئة التمريضية تم توفير مبنى خاص في الركن الشمالي الغربي للمستشفى وهو عبارة عن مجمع سكني يحتوي على أكثر من مئتي وحدة سكنية وهي خاصة لطاقم الأطباء والتمريض في المستشفى وذلك لتأمين احتياجاتهم من المسكن بالقرب من المستشفى حتى لا تشكل أي إعاقة لهم للبدء في عملهم اليومي المعتاد تصميم ثريد يتميز به مستشفى جابر الأحمد الذي صنفاك أكبر مستشفى في الشرق الأوسط كما أنه مزود بأحدث التقانيات التكنولوجية وبكافة المعدات والأجهزة والمرافق اللازمة ليكون صرحا طبيا متكاملا وفي جانب تنموي آخر تعد المشاريع الإسكانية علامة مميزة وواضحة خلال الفترة الأخيرة بعد تتشين عدد من المدن الإسكانية الجديدة التي ستساهم في حل الأزمة الإسكانية فقد أخذت المؤسسة العامة للرعاية السكانية على عاتقها تحقيق الرعاية السكانية لمستحقها من الأسر الكويتية وذلك عن طريق إنشاء مناطق حديثة كمدن جابر وسعد العبدالله وشمال الشرق الصليبخات وكذلك توفير مواقع جديدة لمشاريعها كالخيران وجنوب وغرب عبدالله المبارك وأخيرا وليس آخرا مشروع مدينة جنوب المطلع الذي يتميز بمواصفات نموذجية عديدة ترجمة نانسي قنقر هنا في المؤسسة العامة للرعاية السكانية بالتعاون مع مؤسسات الدولة الأخرى تمت بلورة وتخطيط وتصميم مشروع جنوب المطلع وكافة المشاريع الإسكانية لتحقيق رؤية الدولة بتوفير عيش الرغيد لكل من يقطن على هذه الأرض الطيبة هذا المشروع السكني الكبير يضم حوالي 30 ألف قسيمة سكانية رأت النور إطرى جهود مضنية من الجهة التنفيذية والإسشارية وثمرة تعاون بين سلطتين التشريعية والتنفيذية موسيقى 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 مشروع جنوب المطلع الإسكاني هو أحد أكبر المشاريع التي تنفذها المؤسسة العامة الرعاية السكنية من خلال خطتها التاسعة 2015-2016 الممتدة إلى 2020-2021 المشروع يقع على مساحة ضخمة نسبياً مساحة المشروع تقريباً 102 كيل ومتر مربع المشروع تم تخطيطها من قبل المستشارين العالميين وتم الانتهاء من كافة أعمال التخطيط والتصميم طبعاً هذه المدينة تعتبر مدينة متكاملة الخدمات فيها كافة بالإضافة إلى المناطق الضوحي السكنية فيها من المناطق الصناعية والمناطق الاستثمارية والتجارية والترفيهية والرياضية بالإضافة إلى الجامعات وكافة المرافق التي تخدم المدينة تم استخدام أحدث أسس تخطيط وتصميم المدن للوصول إلى مدينة متكاملة بحيث تكون متميزة للمواطنين ترجمة نانسي قنقر الإجراءات التنفيذية لإنجاز مدينة جنوب المطلع بدأت مع توقيع المؤسسة العامة للرعاية السكنية عقدها الأول لتنفيذ البنية التحتية للمدينة نهاية شهر يونيو الماضي مع تحالف عالمي تقوده شركة سالين الإيطالية وشركة كولين التركية أولى العقود بالنسبة لمشروع مدينة المطلع الإسكاني وهي تعتبر من أكبر العقود الإسكانية بتاريخ المؤسسة العامة للرعاية السكنية والحمد لله طبعا اليوم أيضا مؤسسة يعني قاعد قوم على تطوير آليات العمل مع المشاريع الضخمة القادمة والمسؤولية الملقاة على عاتقها عقد مدينة جنوب المطلع مع تحالف شركتين عالميتين قيمة العقود 288 مليون دينار كويتي وسيكون خصوص إنشاء وإنجاز وصيانة الطرق الرئيسية وهدمات البنية التحتية للمدينة هذه المدينة تقع على 100 كم مربع فيها حوالي 30 ألف قسيمة سكنية ومن المتوقع أن تستوعب عدد سكان يجاوز إلى 400 ألف نسمة الحمد لله خلال العام 2016 تم توقيع أكثر من عقد لتنفيذ المشروع في تاريخ 5 ستة تم توقيع العقد مع شركة عالمية لإدارة المشروع وبعدها في 30 ستة تم بحمد الله توقيع أول عقود البنية التحتية بإنشاء الطرق الرئيسية لمدينة بشكل عام وكذلك خلال المتبقي من العام 2016 راح يتم بإذن الله توقيع أكثر من عقد يخص البنية التحتية ومحطات التحويل الكهربائية الرئيسية والفرعية وبعد هذا اللي هي المباني العامة المباني العامة اللي خاصة بالمشروع والضواح السكنية نحن لله الحمد طرحنا المناقصة الأولى اللي هي الطرق الرئيسية وتم توقيع العقد بتاريخ 30 ستة 2016 وهذا المناقصة اللي هي أيضا مقاول عالمي متحالف من شركة إيطالية وشركة تركية لتنفيذ الطرق الرئيسية طبعا الطرق الرئيسية هي برعا خطوط سريعة وفيها أنفاغ مفتوحة وتقاطعات حرة مقارب 18 تقاطع بالإضافة لكافة شبكات البنية التحتية فأعمال التنفيذ نقدر نقول هي وقعنا مع أول مقاولين وبالتوالي ستطرح المناقصات للتنفيذ للطواحي السكنية وأيضا المباني العامة ومن العوامل الجاذبة لمشروع مدينة جنوب المطلع تميزه بوجود ارتدادات كبيرة أمام الوحدات السكنية والتي تساهم في خلق جو من الراحة لسكان المنطقة وتساهم كذلك بتوفير مسطحات للزراعة ومواقف للسيارات حرصنا أن المدينة تكون أول شيء متكاملة لخدمات على مستوى المدينة وعلى مستوى الضاحية هذا من شق من شق آخر حرصنا أن المدينة تكون كثفتها منخفضة ما تكون كثفتها عالية وأيضا حرصنا أن تكون فيها انسيابية في المرور كمية المداخل المخارجي كل ضاحية السكنية وحجم الطرق يعني راح يكون يعني مشروع شرح نقول بالكويتي يعني غيرنا يعني كل المكونات موجودة وممرات المشاعة وحرصنا عشان نأكد أن هذا المشروع يكون متميز أن يكون المكاتب العالمية هي التي تخططها المكاتب العالمية أو المغاولين العالميين هم الذين ينفذونها عشان يكون فيها أعلى جودة وأعلى مستوى وأيضا مكاتب عالمية لإدارة المشروع وأحنا الحمد لله أيضا وقعنا عقد مع أحد الشركات الأمريكية العالمية لإدارة المشروع بحيث أن المخططات التي يتم وضعها يتم تنفيذها بالشكل الصحيح طبعا المرافق العامة لمدينة زون المطلع عندنا ما يقارب المائة وستعش مدرسة وعندنا ما يزيد عن أيضا مائة وعشرين مسجد عندنا ثناث مركز ضاحية يعني ثناث جمعية ثناث مغفر ثناث مستوصف طبعا وكل ضاحية فيها أيضا اللي هي أفرع البنوك فيها صالات الأفراح فيها مراكز خدمة المواطن تنمية المستمع وفيها كافة الخدمات غير محطات البنزين وأفرع الغاز وخلافها وحرصنا أن نوفر عدد لا يقل عن 12 حديقة لكل حديقة عامة لكل ضاحية سكنية بحيث تعطي التمييز بقرب وجود الحدائق من المهدات السكنية وأيضا يكون كمتنفس للقاطنين أيضا المناطق السكنية وأيضا يكون من الجانب البيئي وجانب الاستدامة المواطن كل شيء يريد يريد كل شيء حواليه والمدينة هذه كل شيء يتوفر فيها لا ينزل لديا أو روح إلى منطق العاش ماذا يريد المدينة clearsence fists at times let's go بالنسبة للمدينة المطلع أنا مقدم في سنة 2010 فبصراحة كانت أفضل الخيارات بالنسبة لي لأنه من 2010 إلى اليوم 6 سنوات تقريبا كانت أفضل الحلول حالية وطبعنا سمعنا عنها إن شاء الله أنه فيها بنية تحتية والمشاريك لا توقعت وإن شاء الله سيبدأ الأول إذن بناء في 2018 فعشان جدي قدمت وإن شاء الله أن كل الأمور هذه تتم على خير وأنه فعلاً في 2018 يبلج البنيان وتنتهي البنية التحتية مشروع المطلع مشروع كبير يعني يضخم واحد يتمنى يعني واحد يطلع لها بالمطلع مشروع 30 ألف وحدة سكنية مبيني يعني إن شاء الله تأمل خير يعني بالمشروع أنه يكون يخدم ويحل مشكلة الإسكان بالكويت كموقع جغرافي كخدمات مقدمة من جميع الأنواع يعني جميع أنواع الخدمات الموجودة أي مواطن يعني يتمنى أنه يكون مشروع المطلع يعني من نصيبة وحتى تكون مدينة جنوب المطلع من المناطق النموذجية عملت أجزة الدولة المختصة على تخطيط وتصميم وتطوير الطرق التي تخدمها بغية رفع مستويات الأمن والسلامة وتسهيل الحركة المرورية منها وإليها ولربطها بقلب العاصمة ومدن وأطراف البلاد أعلنت وزارة الأشغال العامة عزمها طرح مشروعين من شأنهما تطوير الطرق التي تخدم مدينة المطلع فالمشروع الأول يتضمن أعمال إنشاء وإنجاز وصيانة الطريق الإقليمي الشمالي من تقاطع طريق السالمي إلى تقاطعه مع طريق العبد السريع في حين يتضمن الثاني أعمال إنشاء وإنجاز وتطوير الطرق والتقاطعات التي تخدم المدينة المستقبلية وبالإضافة إلى جنوب المطلع تتواصل جهود الدولة ممثلة في مؤسسات هذا الشأن بحل القضية الإسكانية لتهيئة مشاريع إسكانية أخرى مزمع تنفيذها في الفترة من 2015 إلى 2020 ستوفر نحو 80 ألف وحدة سكنية وهي مشروع شقق مدينة جابر الأحمد ومشروع غرب عبدالله المبارك وجنوب صباح الأحمد وجنوب سعد العبدالله وجنوب المطلع وفي مجال الاهتمام بشبكة الطرق والعمل على تطويرها يعتبر مشروع طريق الجهراء من إجمال الخطة الاستراتيجية التي وضعتها الدولة حيث يجري العمل بواتيرة متسارعة ومنتظمة لتحويل طريق الجهراء إلى طريق سريع وذلك لتسهيل التنقل بين مناطق البلاد ولتخفيف حركة السير من مدينة الكويت ابتداء من بوابة الجهراء إلى دوار الأمم المتحدة ترجمة نانسي قنقر كنا هنا قبل عامين وقفنا على بواكر هذا المشروع أملا في تحقيقه وها نحن اليوم نقف شاهدين على إنجاز واحد من أهم مشروعات البنية التحتية المتمثل في طريق الجهراء الذي يعد أحد أهم حلول الازحام المروري ترجمة نانسي قنقر مشروع تطوير طريق الجهراء واحد من إجمال مشروعات الخطة الاستراتيجية لتطوير شبكة الطرق في الدولة ويقع في الجانب الغربي لمدينة الكويت ابتداء من بوابة الجهراء وينتهي بعد دوار الأمم المتحدة يعد مشروع تطوير طريق الجهراء من أحد أهم الخطط الاستراتيجية لوضعتها وزارة الأشغال العامة لتطوير شبكة الطرق في الكويت يهدف المشروع طبعا لتطوير الطريق القائم إلى طريق سريع متعدد لدوار من خلال طبعا إنشاء وإنجاز الضرق وموارات علوية مع سلسلة من أعمال التحويلات والنقل والتحديث للمرافق والخدمات القائمة على انتداد الطريق ويتصل طبعا تكلفة المشروع عندنا بإجمال مبلغ 264 مليون دينار ويقع المشروع في الجانب الغربي لمدينة الكويت ابتداء من دوار الجهراء أو دوار بوابة الجهراء لغاية ما بعد دوار الأمم المتحدة يعتبر مشروع تطوير طريق الجهراء من إجمال الخطة الاستراتيجية التي وضعتها وزارة الأشغال العامة في دولة الكويت وذلك لتطوير شبكة الطرق في الدولة أحد الحلول الناجعة للأزدحام المروري ترجمة نانسي قنقر تتضمن عندنا أعمال المشروع تشيد طبعا وإنشاء 17 كيلو متر من الجسور العلوية منها 7 كيلو بطريق الجهراء الرئيسي العلوي وخمسة كيلو تقاطعات تشمل على 2.5 كيلو للطرق المتقاطعة وثمانية كيلو متر من المنحدرات طبعا عندنا إنشاء خمس تقاطعات متعددة للأدوار واللي هما تقاطع دوار الأمم المتحدة بارتفاع ثلاثة دوار عندنا تقاطع طريق المستشفيات بارتفاع أربعة دوار تقاطع الغزالي بارتفاع أربعة بالإضافة إلى تقاطع طريق المطار بارتفاع ثلاثة دوار وآخر تقاطع عندنا اللي هو الدائر الثاني بارتفاع ثلاثة دوار معه طبعا إنشاء عندنا سبع دوارات بالمستوى الأرضي استبدالا طبعا لإزداء قاطعات الإشارات المرورية وعشر جسر مشات ترجمة نانسي قنقر مشروع طريق الجهراء أحد الحلول للإزدحام المروري من خلال إسامه بشكل كبير في الفصل بين حركة المرور العابرة وحركة المرور المحلية ورفع القدرة الاستيعابية لطريق الجهراء يهدف المشروع إلى رفع القدرة الاستيعابية المرورية للطريق وخفض نسب الحوادث والتغليل من الإزدحام المروري بشكل كبير كذلك طبعا الفصل بين المسارات المرورية المختلفة العابرة والمحلية العديد من الجهات الواقعة في المنطقة المحاذية للطريق مع ترقية مستوى الأمان والسلامة المرورية ورفع مستوى الخدمات لمستخدمي الطريق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر